بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في درس اليوم نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويسددنا لكل خير نبدأ مستعين بالله تعالى في درس اليوم وكما هو ظاهر أمامكم في موضوع درس اليوم معنى الإيمان بالله تعالى نبينه بإذن الله تعالى في درس اليوم ماذا يراد بالإيمان بالله جل وعلا نبدأ مستعين بالله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نستذكر ما درسناه في الدرس السابق فقد تناولنا في الدرس السابق أثر كبائر الذنوب وصغائرها على الإيمان نأتي أولا بسؤال نطرح إليكم عدد أنواع الذنوب ذكرنا في الدرس السابق أن الذنوب نوعان قلنا إما أن تكون وإما أن تكون ما رأيكم وكلاهما مؤثران على إيمان العبد أحسنتم النوع الأول كبائر الذنوب هذا هو النوع الأول كبائر الذنوب النوع الثاني ما رأيكم أحسنتم صغائر الذنوب إذن كبائر الذنوب وصغائر الذنوب هذا ما أخذنا في الدرس السابق كذلكم نبدأ بعد ذلك بإذن الله تعالى بالإيمان بالله تعالى درس اليوم في وحدة جديدة الوحدة الثانية نبدأ بالوحدة الثانية في الوحدة الأولى أخذنا معنا الإيمان وتكلمنا عن كبائر الذنوب وصغائرها هذا في الوحدة الأولى الوحدة الثانية نتكلم بإذن الله تعالى عن الإيمان بالله تعالى وبالإيمان بالله تعالى نبدأ بإذن الله تعالى ببيان أركان الإيمان الستة ذكرنا في بداية الدرس السابق في أول درس أن الإيمان ستة أركان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره نأتي الآن إلى بيان الركن الأول وهو الإيمان بالله جل وعلا وبيانه في هذه الوحدة الثانية الإيمان بالله تعالى أهداف الوحدة الثانية أو عفوا الوحدة الثانية الدرس الأول معنى الإيمان بالله تعالى الدرس الثاني العلاقة بين الإيمان بالله تعالى وأنواع التوحيد هذه الوحدة الثانية تتناول درسان الدرس الأول معنى الإيمان بالله تعالى والدرس الثاني العلاقة بين الإيمان بالله تعالى وأنواع التوحيد أهداف الوحدة ما أهداف الوحدة الثانية؟ نقول من المتوقع في نهاية هذا الوحدة الوحدة أن تحقق الأهداف الآتية أولاً تتعرف على حقيقة الإيمان بالله تعالى ثانياً تستنتج العلاقة بين الإيمان بالله تعالى وأنواع التوحيد الثلاثة بإذن الله تعالى نأتي على بيانها في هذه الوحدة في الوحدة الثانية ثالثاً تستشعر عظمة الله جل وعلا فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يستشعر بذلك المر عظمة الله جل وعلا معنى الإيمان بالله تعالى في درس اليوم بإذن الله تعالى نتناول ماذا يراد بالإيمان بالله جل وعلا أهداف الدرس في السابق تناولنا أهداف الوحدة الآن نتناول أهداف درس اليوم الذي هو معنى الإيمان بالله تعالى يتوقع منك أخي الطالب وأختي الطالبة بعد الدرس أن تشرح المقصود بالإيمان بالله تعالى تذكر الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى تورد من القرآن الأدلة على الإيمان بوجود الله تعالى بإذن الله تعالى نتناول ذلك كل في درس اليوم ما هو الإيمان بالله تعالى؟ الركن الأول من أركان الإيمان ماذا يراد بالإيمان بالله جل وعلا؟ يقصد بالإيمان بالله تعالى الإيمان بوجوده سبحانه ووحدانيته وأنه الإله المستحق للعبادة وحده لكونه المتفرد بالخلق والملك والتدبير فلا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله جل وعلا وحده هذا هو الإيمان بالله تعالى الإيمان بوجوده بوجود الله الإيمان بوحدانية الله جل وعلا وأنه الإله المستحق للعبادة وهذا أبناء الطلاب بنات الطالبات هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله فنؤمن بالله جل وعلا ونوحد الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا نؤمن أولا بوجوده ووحدانيته وأنه الإله المستحق للعبادة طيب لماذا هذا كله؟ لماذا نؤمن بوجود الله ووحدانية الله وأنه المستحق للعبادة لماذا؟ لكونه جل وعلا هذا هو التعليم لكونه سبحانه هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير هل يوجد خالق غير الله؟ هل يوجد مالك غير الله؟ هل يوجد مدبر غير الله؟ لا إذن لماذا نعبد الله جل وعلا ونوحده ونؤمن به ونصرف العبادة له جل وعلا لأنه الخالق الرازق الملك المدبر جل في علاه فهذا هو التعليم لذلك تصرف العبادة لله جل وعلا وحده فلا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله وحده كذلك وأن عبودية الله عز وجل حق لله خالق الثقلين لها وأمرهم بها عبودية الله التوجه لله بالعبودية كذلك الله جل وعلا في حقيقة الأمر ما خلق الثقلين؟ من مراد بالثقلين؟ من هم الثقلين؟ من؟ نعم بنا طلبنا الطالبات ما ذراد بالثقلين؟ أحسنتم الإنس والجن فالله جل وعلا خلق الثقلين لعبادته هل من دليل على ذلك؟ قال الله جل وعلا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ هذه هي الخلق الحقيقي للتوجه لعبادة الله لطاعة الله للخذوع لله جل وعلا وعبادة حق العبادة لا إله إلا الله فنعبد حق العبادة ونصرف العبادة له جل وعلا فهو المستحق لها لا إله بحق إلا الله جل وعلا ننفي العبادة عن غيره ونثبتها له سبحانه وتعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فتصرف العبادة الله جل وعلا كذلك من الإيمان والعبودية لله جل وعلا إفراد الله عز وجل بجميع ما يتعبد بالإنسان من صلاة وصوم وذبح ودعاء وخوف ورجاء وغيرها من أنواع العبادات كالحج والزكاة وغيرها كل ذلك يصرف لله عز وجل ويفرد به الله سبحانه وتعالى فلا يكون هناك شريك مع الله جل وعلا في عبادة بل لابد من إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى ومن جعل شريكا مع الله سواء كان ذلك شريك من يجعل إلها آخر مع الله جل وعلا أو أن يرأي ويطلب ثناء الناس فكذلك هنا قد جعل أمرا آخر في عبادته فلا بد من إفراد العبادة لله جل وعلا وأن يكون عمله خالصا وقلبه خالصا لله جل وعلا كذلك كيف نحقق هذه الغاية التي أرسل الله لها الرسل نقول ولتحقيق هذه الغاية أرسل الله جل وعلا الرسل أي كيف نحقق غاية التوحيد العبادة الإفراد كيف نحققها نقول ب أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب كل الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا وما أنزل عليهم من الكتب كل ذلك لبيان توحيد الله جل وعلا ووجوب أفراد العبادة له جل وعلا ولعظم شأنها نزل غالب القرآن الكريم في إثبات هذا الأصل إفراد العبودية الإخلاص لله جل وعلا هذا هو الأصل لا شريك مع الله لا في عبادته ولا في غيره من الأعمال قال الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص إذن هذه الغاية هي فراد الله جل وعلا بالتوحيد والإخلاص له جل وعلا وأن تكون جميع عبادات المرء وجميع أعمال الإنسان لله جل وعلا يخلص في ذلك ويخلص بتلك الأعمال لله سبحانه وتعالى والدليل قول الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وهذا كله في معنى الإيمان بالله جل وعلا ذكر الإيمان بالله تعالى في القرآن الكريم أكثر من سبعمائة وعشرين مرة ذكر الإيمان في كتاب الله تعالى نشاط ناتوا إياكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات إلى هذا النشاط نذكر أنواع أخرى من العبادات ذكرنا بعضا من العبادات في سابق الأمر قلنا من صلاة وصوم وخوف وخشية نجد أن نذكر كذلك ما هي العبادات التي توجه الإنسان به لله جل وعلا أبناء الطلاب وبنات الطالبات أمامكم دقيقة واحدة للإجابة على هذا السؤال نذكر أنواع أخرى من العبادات هل هذه العبادات التي ذكرت فقط أو هنا غيرها من العبادات هنا غيرها من العبادات فما رأيكم إذن دقيقة واحدة لتجيبوا على هذا السؤال ثم نرجع معكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات نبدأ مستاني بالله تعالى بسم الله ترجمة نانسي قنقر نعم أبناء الطلاب وبنات الطالبات نذكر أنواع أخرى من العبادات ما رأيكم؟ هناك نوع كثير من العبادات أولا توكل على الله جل وعلا هذه من العبادات يتوكل إنسان في أمره إلى الله كذلكم الرهبة والرغبة الرهبة والرغبة كذلك من العبادات يكون في قلب إنسان رهبة رهبة من الله جل وعلا ورغبة إلى الله سبحانه وتعالى كذلكم استعانة واستغاثة هذا كل من العبادات وهذه عبادات قلبية كذلك الحج من العبادات التي وجه الإنسان الله جل وعلا ما رأيكم؟ كذلكم كل هذه من العبادات لله سبحانه وتعالى التي وجه الإنسان لله جل وعلا كذلك الصدقة من العبادات كل ذلك من العبادات كذلكم الذكر هذه كلها عبادات لله جل وعلا ذكر في الكتاب أنواع من العبادات وفي النشاط كذلك ذكرنا أنواع أخرى من العبادات من الرهبة والرغبة والإنابة أو الاستعانة والاستغاثة التوكع على الله الحج الصدقة ما يتصدق بالإنسان لله جل وعلا الذكر جميع أنواع الذكر كل ذلك عبادة لله جل وعلا تلاوة القرآن وغير ذلك عبادات له جل وعلا ننتقل بعد النشاط إلى وجود الله سبحانه وتعالى أعظم الحقائق وضوحا وجود الله جل وعلا هذه أعظم حقيقة وجوده سبحانه وتعالى ما الدليل على ذلك دل على وجود الله جل وعلا الفطرة فطرة الإنسان العقل كذلك الحس كذلك الشرع أربعة أمور دلت على وجود الله جل وعلا الفطرة والعقل والحس والشرع هذه الأمور الأربعة دلت على وجود الله جل وعلا وبإذن الله تعالى نأتي على بياني هذه الأمور الأربعة في درس اليوم أولا الفطرة كيف دلت الفطرة على وجود الله جل وعلا فإن رحمة الله عز وجل بعباده أن غرس في أنفسهم معرفته وتوحيده فكل إنسان مفطور على أنه لا بد له من خالق هذه الفطرة طيب كيف يتوجهون إلى الله جل وعلا وأن هذا الخالق هو الله هذا الدليل الفطرة هو الله عز وجل ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرى على قلبه ضلال وفساد صرفه عنها إذن الأصل أن الإنسان ستصرفه فطرته إلى الله جل وعلا الفطرة مجرد أن يولد لو تركها منذ أن يولد فستجد هذا الإنسان الذي ولد وليس هناك أمور أخرى تصرفه مباشرة سيتوجه إلى عبادة الله وتوحيد الله ويوقن أن هناك خالق موجود هذا هي أو هذا هو دليل الفطرة إلا من طرع على قلبه ضلال وفساد صرفه عنها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كذلكم والفطرة هي الملة الحنيفية وهي الإسلام هذه الفطرة الحقيقة يهتدل الإنسان على الإسلام ففي الحديث القدسي يقول الله عز وجل وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاء كلهم وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ والحنيفة عند العرب من كان على دين إبراهيم ملة إبراهيم حنيفة هذا هو الأصل وإنهم أتتهم الشياطين هنا أتهم الصارف عن الإيمان بالله جل وعلا وأن الفطرة تدل على الله وعلى وجود الله جل وعلا فاجتالتهم عن دينهم أي عبادتهم عن التوحيد لله سبحانه وتعالى دليل العقل العقل كذلك يدل على وجود الله جل وعلا فعند النظر إلى هذا الكون الفسيح والموجودات فيه من شمس وقمر وليل ونهار وبحار وغيرها فلابد أن يكون لها خالق عند الله جل وعلا وإذا كان هذا الوجود بعظمته ودقته خلق الله فيجب أن يكون هذا الخالق كاملا في ذاته وصفاته لو نظر إنسان لا مخلوقات الله جل وعلا فيه القلب أو سيدله العقل إلى وجود الله جل وعلا لو نظر إلى كون الله إلى سماء الله وما فيها من شمس وقمر وكواكب ونظر كذلك إلى هذه الأرض وما فيها من بحار وأنهار وأشجار العقل سيدله على أن هذه الأشياء لابد لها من خالق وهذه مخلوقات فلابد لها من خالق فسيدله أن هذا الخالق هو الله جل وعلا ويكون هذا الخالق كاملا في ذاته وصفاته دليل الحس كذلك على وجود الله جل وعلا فمن أوجه كثيرة منها الحس أن آيات الأنبياء عليه السلام التي تسمى البراهين والمعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها هي برهان قاطع على وجود الله جل وعلا فما يأتيه الله جل وعلا لأنبيائه كما آت موسى عليه السلام العصى ثم تلكم العصى تنقلب حية وتفرق البحر فهذه آيات معجزة وكذلك ما آت الله جل وعلا عيسى عليه الصلاة والسلام من معجزات كل ذلك من أمور معجزة تدل أن الله جل وعلا أعطى أولئك الأنبياء وما يراه الناس فيؤمنون بأنبياء الله جل وعلا ويؤمنون ويوقنون أن هناك خالق موجود فذلهم بذلك الحس على وجود الله تعالى لأن أمور خارج عن نطاق قدرة البشر يجريها الله جل وعلا تأييدا لرسل ونصرا لهم مثل آيات موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم وبقية الرسل عليهم الصلاة والسلام وأظم معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم وفعلا القرآن الكريم معجزة أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قريش ولا عرب يقفون أمام تلكم المعجزة ويقفون ولا يأتون بمثل هذا القرآن ولا بعشر صور ولا بصورة ولا بآية فيدل أن القرآن معجز تحداهم الله جل وعلا به هذا هو دليل الحس دليل الشرع وبه نختم درس اليوم فقد ورد في القرآن آيات كثيرة تدل على وجود الله جل وعلا منها أولا قال الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه إذا كان هناك مضطر من سيجيبه إذا لم يكن هناك خالق من سيجيب هذا المضطر هل سيجيب أي واحد يجيب ذلك المضطر إلا الله جل وعلا كذلك قول الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا إذن هذا الكون لو جد فيه لا إله واحد لا إله إلا هو ولو كان هناك أكثر من إله لفسد هذا الكون كل يتوجه ويريد أن يكون في ملك لهذا الكون لكن الله جل وعلا هو المنفرد في هذا الكون وهو الله جل وعلا المتصرف والمدبر لهذا الكون لذلك نؤمن يقينا بالله جل وعلا وهذا دليل الشرع إذن آيتان ذكرنا ما في دليل الشرع ونذكر الآية الثالثة كذلك قوله تعالى قال فمن ربكما يا موسى هنا فرعون يقول من ربكم يا موسى ويهر من هو إلهكم فيجيب موسى عليه الصلاة والسلام قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هذا هو دليل الشرع أن الله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون وهو الذي خلق هذا الكون وهو الذي دبر هذا الكون ثم هدى الإنسان للإيمان به جل في علاه إذن هذا هو دليل الشرع آيات ثلاث وغيرها من الآيات التي تدل على وجود الله جل وعلا إذن ذكرنا أربعة دلة دليل الفطرة ودليل العقل ودليل الحس ودليل الشرع وبذلك نكون قد ختمنا درسا هذا اليوم نأتي بعد ذلك أبنا الطلب بنات الطالبات إلى قيم نفسك في ختام درسنا ونطرح سؤالا ما هو الإيمان بالله تعالى ذكرنا معنى الإيمان بالله جل وعلا ماذا يراد بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ما رأيكم ماذا هو الإيمان بالله أحسنتم نقول يراد بالإيمان بالله جل وعلا الإيمان بوجوده سبحانه ووحدانيته وأنه الإله المستحق للعبادة وحده فلا إله إله سؤال آخر كذلك أبنا الطلبة بنات الطالبات وبهذا السؤال نختم درسا اليوم عدد أدلة وجود الله جل وعلا ذكرنا أدلة لوجوده سبحانه ذكرنا أربعة أدلة لوجود الله جل وعلا ما رأيكم في هذه الأدلة ما هي هذه الأدلة التي ذكرنا في درسا اليوم أول دليل أحسنتم قلنا أول دليل هو دليل الفطرة هذا هو الدليل الأول كذلك ذكرنا دليل آخر بقي ثلاثة أدلة أحسنتم كذلك دليل العقل هذا هو الدليل الثاني بقي دليلان قلنا بدليل ماذا موت الأنبياء من معجزات ماذا يسمى وفقتم دليل الحس هذا هو الدليل الثالث هذا وجد الله جل وعلا بقي ما ذكره الله جل وعلا من أدلة في كتابه ما رأيكم أحسنتم يسمى دليل وفقتم دليل الشرع وبذلك نكون قد أتينا على ختام درس اليوم وهو معنى الإيمان بالله جل وعلا وبذلك نكون قد ختمنا درس اليوم سأل الله تعالى في ختام درسنا التوفيق والسداد والهداية والرشاد وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم في ختام درسنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك ونلقاكم أبناء الطلبنات الطالبات بشوق في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد